قبل انطلاق ورشة البحرين الاقتصادية التي تنظمها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة البحرينية المنامة والتي يفترض بحسب الرؤية الأمريكية أن تكون جزءا من تسوية شاملة بين إسرائيل والفلسطينيين أطلق رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو مواقف تعكس مزيدا من التشدد والشروط التعجيزية لأي تسوية مستقبلية غول الأردن يعطي لإسرائيل عمقا وارتفاعا استراتيجيين أقول لمن يعتبر أنه من أجل الوصول إلى سلام على إسرائيل مغادرة غول الأردن هذا لن يجلب السلام بل حربا وإرهابا في كل اتفاق سلام مستقبليا موقف وسيكون أن وجود إسرائيل هنا يجب أن يستمر من أجل أمنها وأمن الجميع نشر الإدارة الأمريكية تفاصيل خطتها الاقتصادية من صفقة القرن في محاولة منها لتقديم دفعة لورشة البحرين قوبلا بتجاهل إسرائيلي لهذه الخطة في ظل غياب موقف إسرائيلي واضح منها في القدس تلقوا بلا مبالات كبيرة تفاصيل الخطة الاقتصادية التي نشرها البيت الأبيض وليس هناك أي تطرق لمضمون الخطة من جانب نتنياهو ولا حديث عن ما إذا كانت إسرائيل تدعمها أم لا وفيما أشار مراقبون إلى أن الخطط الاقتصادية الأمريكية المليئة بالعبارات المثيرة التي تبدو هامة لا تكشف الكثير وتوجد تجنب قول أي شيء محدد أشار آخرون إلى أن العيون الإسرائيلية شخصة نحو الورشة الاقتصادية في البحرين واستخفض التوقعات عما قد يرشح عنها ولسيما في ظل الغياب الرسمي الإسرائيلي عنها والرفض الفلسطيني لها ترجمة نانسي قنقر